وجهة نظر في الحقيقة بخصوص من موسم الناس تقول لك يلا موسم يخلص ونفسينا هو احنا عايزينه يخلص بصراحة لان اداء الاهلي وحش جدا يعني اداء الفرقة وحش جدا مطشاط الاهلي يا جماعة بمنتهى الامانة بمنتهى الامانة بسبب الفرقة بقت مملة الفترة اللي فاتت دي الكام مطش اللي فاته ممتش مملة مطش الواحد بتفرج بتدايق متدايق ان هو بيشوف الاهلي كده هتقول لي يا ابني ما هم الشباب بيلعبوا يا ابني ما هم مش عارف مين موجودين لا والله حتى لو شباب بيلعبوا مفروض بقى احسن من كده بكتير مش والله مش عايز يجي على شباب النادي الاهلي لان بصراحة وبرده دي جزئة مهمة عايز اتكلم فيها لكن شباب الاهلي دول ناس كانوا لسه بتدوا فترة الاعداد وفجأة بقوا موجودين في الفريق الاول بيلعبوا مطشاط مطشاط مع فرق كاملة فرق كاملة بتلعب في الدور الممتاز فرقة كاملة زي طلاقة الجيش زي المطشاط اللي قابليها كلام من ده بتلعب مع فرق تقيلة مش قليلة في نفس الوقت اللعيبة الشباب دول عايزين يثبتوا نفسهم عليهم ضغوط كبيرة جدا عايزين يبقوا موجودين في الصورة دايما فرصة بالنسبة لهم فرصة كبيرة ممكن البعض قليل قوي قوي اللي استغلاء والبعض الاخر ما كانش موفق غصبا عنه رغم انه ممكن يكون عنده امكانيات كبيرة جدا لكن الاداء صعب الاداء صعب جدا لكن المؤكد ان الفترة اللي جاية هتكون افضل بكتير والله العظيم بإذن الله واحد احد ومش مجرد كلام بيتقال مش مجرد كلام بيتقال الفترة اللي جاية هتكون افضل بكتير قوي قوي لنادي الاهلي واحنا منتظرين زي ما قعلنا النادي الاهلي عن ان حيكون فيه قرارات بتخص الفريق الاول بعد انتهاء مبارات سيراميكا بعد اخر مبارات الاهلي في بطولة الدورة يعني نتركب القرارات دي من يوم الثلاث بالليل وانت طالع لحد الاربع ما اعتقدش هتبقى بعد الاربع يعني ومؤكد ان هي هتكون قرارات كلها مهمة في صالح الفرق او في صالح الموسم الجديد اللي عايزين نبتدي بشكل قوي 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 عندنا مطشاط في الدورة طبعا هتبقى قوية بداية 8 يوم 16 عشرة بعدين عندك مطش الزمالك في السوبر المصري في بوظابي يوم 28 عشرة فالبداية هتفرق معك قوي في منتبقى الموسم رغم ان مش دايما البداية بتكون مؤشرات احياء مثلا السنة دي في الدورة عملنا بداية مش طبعية عام سماني داية مش طبعية فوز متتالي عدد اعتقد سبع انت صارت متتالية ان لم تكن تخني وزاكرة يعني ومخسرتش ولا مطش بغاية مش عارف امتى يعني كان بداية ممتازة بصراحة لكن في الاخر اللي حصل في الجزء التاني او يعني الفترة التانية او الدور التاني من البطولة اثر عليك بشكل او باخر في كل الاحوال بسبب طبعا الدوري عبطال افريقيا بسبب تلاحب المطشاط والمباريات وان احنا دايما بنوصل للمراحل النهائية وكل كلام من ده بسبب الاداء التحكيمي اللي كان سيء قوي 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 السنة دي لكن اكيد برضو تاني حاجة ده عشان نستطيعطش تقولك انتو بتتحججو وهي دي دي حقيقة بصراحة العوامل اللي كانت موجودة اصدرت على فرقا دي حقيقة لكن في نفس الوقت ممكن يكون فيه تقصير بشكل او باخر يعني فدي دي جزئية مهمة لازم احنا نشوف الكصة هتمشي ازاي خلال الفترة اللي عايز اشتركوا في القناة